ما هو شرط الجر والتطبيق؟ هل يمكن لكل إنسان أن يطبق كل آية قرآنية على من يشاء من المصاديق؟ لولا الجر والتطبيق مشروط بشروط خل أرجع إياك إلى النقطة الأولى نعود إلى معلومة ذكرناها هناك ثم نرجع ذكرنا هناك أن الجر والتطبيق على نحن هناك جر وتطبيق للمصاديق الجلية الواضحة وهناك جر وتطبيق للمصاديق الخفية جر وتطبيق للمصاديق الجلية مثل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقة جر وتطبيق للمصاديق الخفية مثل مرج البحرين يلتقيان بعد ذلك نعود نقول بأن الجر والتطبيق على المصاديق الجلية هذا له شر والجر والتطبيق على المصاديق الخفية له شر الجر والتطبيق على المصاديق الجلية شرطه إحراز العموم وإلغاء الخصوصية شلون يعني شرطه إحراز العموم وإلغاء الخصوصية موعدنا الآيات القرآنية على قسمين هناك آيات قرآنية نحرز خصوصيتها هذه الآيات التي نحرز خصوصيتها التي نحرز خصوصيتها لا يمكن تحقق الجر والتطبيق فيها إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ هذه آية اختص بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والأئمة الطاهرين عليهم السلام فلا يمكن تحقق الجر والتطبيق فيها لغير المعصومين عليهم السلام تقول شعجل وين الكلام اللي ذكرناه قبل قليل أن مقتضى كون القرآن كتاب هداية أن تكون الآية عامة هذا النحو من الآيات هدايته بكونه آية ماذا؟ أصص لا بكونه آية عامة فإنه يهدي الأمة أجمع إلى يوم القيامة يعني الخصوصية في الآية تهدي الأمة أجمع إلى يوم القيامة إلى ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والمعصومين عليهم السلام وهذا هو نظام العالم فعدنا آيات لا تقبل جريا ولا تطبيقا نعم تقبل جري وتطبيق في حدودها آية الولاية نزلت في علي عليه السلام والأئمة طبقوها على بقية المعصومين آية التطهير هكذا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ إِذَا أَكُعِدْنَا آيَات آيَات خاصة نجزم بخصوصيتها لا مجال للجري والتطبيق فيها لكن أكُعِدْنَا آيَات لا نُحْرِزُ خُصوصيتها هذه الآيات يتحقق الجري والتطبيق فيها إذا ألغينا الخصوصية وأحرزنا العموم وأما إذا ما قدرنا نلغي الخصوصية ما أحرزنا العموم الجري والتطبيق أيضا نتوقف فيه يعني مثلا الآن اجي إلى قوله تبارك وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى هذه الآية المباركة من ترجع إلى كتب التفسير كتب أسباب النزول هذه الآية نزلت في مناسبة وفي سبب نزلت عندما كانت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الكافرين لذلك غيرنا واش يقول غيرنا يقول ما أكو دليل على وجوب الخمس من القرآن تقول لك زينتش هاي الآية شنو وأعلموا أن ما غنمتم يقول لك هذه الآية تدل على وجوب الخمس في غنيمة الحرب فقط وأنتو الشيعة تقولوا وجوب الخمس في كل الفوائد إذا تقولوا أنتو القرآن القرآن هذه الآية تدل على وجوب الخمس في خصوص غنيمة الحرب تقول له من وين من وين أنت تقول هاي الآية تتحدث عن وجوب الخمس في غنيمة الحرب يقول لك لأنها نزلت ماذا؟ نزلت في حرب بين النبي وبين المشركين تخاطب المحاربين من المسلمين واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس إذا الآية ناضرة إلى الخمس في غنيمة الحرب نحن نقول الآية لها جري وتطبيق فكما تشمل غنيمة الحرب كمصداق من مصاديق الغنيمة تشمل ماذا؟ تشمل الفوائد التي يستفيدها الإنسان لأنها مصاديق أيضا للغنيمة الآية الآية قالت واعلموا أن ما غنمتم من شيء ما قالت الآية ما غنمتم في الحر الآية ما قيدت الآية بها إطلاق واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس نعم الآية طبقها القرآن على غنيمة الحرب كمصداق ولكن ذكر عنوانا عاما ذكر عنوانا مطلقة ما ذكر عنوان خاص غنيمة الحرب ذكر عنوانا مطلق واعلموا أن ما غنمتم ما غنمتم مثل ما ينطبق على غنيمة الحار ينطبق على ماذا؟ على الفوائد الأخرى التي يغنمها الإنسان ويستفيدها أيضا يقال لها ما غنمتم فالآية لها عموم لها إطلاق إذا كان لها عموم ولها إطلاق إذن يمكن تطبيق الجر والانطباق فيها فمثل ما كانت تتحدث عن غنيمة الحرب أيضا تشمل غيرها يعني تماما أنت من تتكلم مع المخالف تقول للمخالف أنت شي تقول مع هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا تحصرها في الوليد يقول لك لا يقول لك زين هذه الآية لا يسخر قوم من قوم تحصرها في بني تميم يقول لك لا تقول ليش لا ليش يعني ما تحصرها يقول لك لأن الآية عامة الآية مطلقة مثل ما شملت الوليد تشمل غيره مثل ما شملت بني تميم تشمل غيرهم تماما آية الخمس مطلقة كما شملت غنيمة الحرب تشمل غيرها من الغنائم ومثل ما هناك لم تتقيد بسبب النزول أيضا هنا ما دام عندك عموم وإطلاق أيضا لا تتقيد ماذا بسبب النزول إذا شرط الجر والتطبيق هو إحراز العموم إحراز الإطلاق إلغاء الخصوصية لذلك هذه المسألة مسألة تجعل من القضية ليست متسعة لكل أحد ترى إخواني هذا إحراز العموم إحراز الإطلاق وإلغاء الخصوصيات ما يتسنى لكل أحد لذلك حتى العلماء في بحوثهم التخصصية تشوف أن هذا الأمر يختلفون في تشخيصه الآن تعال إلى الآية المباركة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذه الآية فيها جر وتطبيق تشمل الأئمة وتشمل العلماء له هذه الآية تختص بالأئمة عليهم السلام طويل كبير بين فقهاء الطائفة في أن هذه الآية الخصوصية ملغات عنها فتشمل العلماء والفقهاء له لا هذه الآية تختص بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ولا تشمل غيرهم إذن معنى ذلك أن إلغاء الخصوصيات واستفادة العموم والإطلاق هذا ليس أمرا متيسرا لكل أحد إذن الشرط شرط الجري والتطبيق على المصاديق العامة إحراز العموم وإلغاء الخصوصية نجي إلى شرط التطبيق على المصاديق الخفية هذا شرطه بيان المعصوم عليه السلام إذا المعصوم ما يبين فهنا تخرس الألس المعصوم إجوا وقال اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين هذان مصداقان خفيان نحن مع المعصوم عليه السلام نتعبد بقوله وإن كنا لا نفهم حقيقة قوله في بعض الأحيان يعني ليش الإمام طبق هالعنوان على هذا المصداق قد لا يكون متيسرا لكل أحد لكن المعصوم من يبين نحن نتعبد بكلام المعصوم أما غير المعصوم فلا يتسنى له تطبيق الآيات وإجراء الجري والتطبيق فيها على مصاديقها الخفية أبدا وإلا كان من القول بغير علم لأن مصداق خفي مواضح انت تجي وتقول هذه الآية يراد بها فلان مع أن هذا الشيء غير واضح ولا دليل عليه يكون ذلك من القول بغير علم والقول بغير علم من المحرمات فإذا بيان المصاديق الخفية تطبيق الآيات على المصاديق الخفية هذا من مختصات المعصوم فشرط هذا الجري والتطبيق أن يصلنا بيان من المعصوم عليه السلام الآن انت تجي إلى الآية المباركة إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ آه يقول النبي صلى الله عليه وآله أنا المنذر وعلي الهادي صلوات الله وسلامه عليه يدخل عبد الرحمن القصير على الإمام الصادق عليه السلام يقول له الإمام الصادق يا عبد الرحمن إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا المنذر وعلي الهادي فهل من هادٍ بعد علي عليه السلام عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن